موسيقى السلام عليكم اهلين فيكم في فيديو الجديد اليوم سنتكلم لكم عن انطباع النسخة التجربية الثانية للايو 16.4 بعد تقريبا سبوع وشوى من حين استخدمت النسخة على الايو فون 11 برو ماكس فنبدأ معكم ما راح اتكلم لكم عن الميزات ممكن اقول لكم شي شي ما ما اتكلمت عن في الفيديوهات اللي قابل لكن دي النسخة او دي الفيديو راح اتكلم لكم اكثر شي عن الاشياء اللي واجهتني فيه فكبداية راح اتكلم لكم عن المشكلة اللي واجهتني انا بالنسبة لي لواهي الويرلس مادري ليش يعني احنا شابك على الويرلس عادي خاصة في الجامعة تصير لي اذا فتحت اي متصفح او اي فيديو طيب فتحنا الموقع هذا وشوف لكم موقع ثاني مثل موقع الجامعة احيانا مثلا اتمشي انا في الشارع فجأة فتحت الموقع ما يفتحني وكي شو السؤال فما ادري ولازم اطفي الويرلس ورجع فتح مرة ثانية هذا واجهتني في نسخة تجربية ثانية اول مرة اتواجهني دي المشكلة اشوف في اليوتيوب او اليوتيوبر اشخاص اكثر يواجهون دي المشكلة ويتكلمون عنها لكن انا مرة واجهتني بالصدفة انها صرت لي المشكلة حين انا وشفت الفيديوهات حقينهم ويتكلمون انه انحلت عندهم مشكلة فابل اتوقع انها قطت على اشخاص ذنين واجبت العيد اعدلت من اشخاص واجبت العيد في اشخاص ثانين لكن اول مرة اتواجهني ان الويرس يكون شقال افتح الفيديو خاصة في التويتر او شي ما يفتح لي الصور لازم اطفي الويرس ورجع فتحها الا الشريحة لم اتواجهني هذه المشكلة ولكن عن الويرس اتواجهني كثير ولو اتكلم لكم ايضا عن ميزة طبعا ان اتعرف ميزات ايو سترى الفيديوهات كلها من البداية فارجع على الفيديوهات كلها من البداية لتعرف كل الميزات ونزلت ثلاثين موينت فور ممكن الشهر الجاي نهاية مارتش او بداية ابريل لازم ترى الفيديوهات كلها لتعرف تكون ملم لحق الميزات اذا ترى السلبيات او المشاكل انها بيتة ففيها مشاكل لازم يكون لكن ترى الميزات اللي نزلت فيها فمثل ما نرى هنا لو نخش على التغريبا ابو الى حين في الول بيبر الى حين الجديدة النقطة هذه اللي تعلمك ان الخلفية كانت في وضع الدارك موت كيف يكون لانها ووضع العادي كيف يكون لانها هذه اول كانت في الجم محطوطة احنا بل حطتها في النص هذا التغيير الوحيد اللي شفته هنا وبرضو في الفائلز لو تفتح الفائلز هنا الدوك مثل ما نشوف تغيرت برضو هذا التغيير برضو الثاني ونتكلم عن الايقونات برضو حتى فايند ماي لو نفتح فايند ماي في تغيير صار فيه يعني الدوت مثل ما تقول شيء عند ابل على طول تغير فيه خصوصا ان كل مرة حدت الجهاز المفتح فايند ماي أرى الأشياء الجديدة التي نزلتها يعني لماذا ابل كل ما تعمل فيها توقع انه جاهزة حتى تنزل التايل مثل ابل وتنزلها انها قطعة موجودة من شئ بعض الشركات تعملها ان القطعة تضعها مع المفاتيح حقينك اذا ضع المفاتيح تطلعهم اشعارات كثيرة ان ابل ستنزلها ويجب ان تبحث عن الجهاز او البوك فايند ماي ويجب ان القطعة ويجب ان قطعة تكلمت عنها من زمان انها قطعة في الجهاز وكيف تتبع الشيء بسرعة فالتايل القطعة لازم ابل انا نزلتها ستشغلها لك مع فايند ماي بان ابل كان فايند ماي فرنز وفايند ماي ديفايز بالحالة الحين ابل دخلتهم كلهم في نفس الجهاز فهذا مي اللي هو أنت هنا العددات حقينه هنا الدفايز اول كان برنامج خاص فيه بالحالة فايند ماي ديفايز ابل حطيتهم هنا وفايند ماي فرنز حطيتهم هنا فبرنامج واحد جمعت لك كل شيء فالتاق سينزل لك هنا اذا كان لديك التاق بعدين اذا نزلتها ابل طبعا في المستقبل يمكن الشهر اللي جاي تنزلها يمكن البعض وبعض الاشخاص يتكلمون انه يقولون لك المسجز مايجي لهم مشاكل يعني مثلا مايجي لها شعار لازم يفتح المسج حتى نرى الانتوفيكيشن فانا مايجي لدي المشكلة بعض الاشخاص واجهت المشكلة في الايميل الحمدلله لا استخدم برنامج رسمي في الايفون لا احبه فاستخدم برنامج مايميل اسمه اذا اللي يريد يشوف البرنامج يقدر اخش اوبستور يروح هنا يكتب مايميل هذا هو البرنامج فانا بالنسبة لي افضل برنامج ثانية طبعا المشاكل ما مشاكل لا نسخة تجربية عادية لكن هذه المشاكل التي واجهتني فقط الوائرلس اتمنى في النسخة تجربية الثالثة ان شاء الله تنزل بعد يومين او في وقت مشاهدتكم في الفيديو او اسبوع الجاي فلازم يكون نسخة جديدة تنزل فلو نرى يمكن احيانا اصور لكم مثل ما نرى يوم 24 يمكن 25 26 سينزل نسخة تجربية اذا لم نزلت هنا في المئة اسبوع الجاي سينزل نسخة فان شاء الله بل تحل دي المشكلة بهذه النسخة بس هذه الاشياء كلها نتكلم عن البطارية البطارية عندي ممتازة ما فيها اي مشاكل بالنسبة لي بالنسبة لي لو بغارا يعني كل ما تنزل نسخة تجربية اشيل البطارية انها استخدمها احيانا القلاف البطارية مع انها بدون بطارية يكفيني اكثر من اليوم لكن احيانا لكن كل نسخة تنزل لازم اشيل القلاف عشان نجرب البطارية الفعلي ثم سوف نقوم بلى مثلا لك استخدام الى فأصلتك على التحدث وثم قليلا الان واقع بتقلامها اليوم كامل الى الان على الشهر هذه البطارية من الساعة هذا النسب الصباح هالان vine ست بطارية ممتازة طبعا استخدام حدث لكن هذا استخدام الطبيعي بس قليلا هذا совершенно فما دعاء مع نسخة الجريبية ثانية ومع ميزات جديدة ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في الغناة ونشر المقطع وملايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني ولا تنسون الفضل دعاكم بعض الأشخاص واجهت المشكلة في الايباد أنا خلصت مشكلة الكبر تعدلت لكن في الروتيشن في الايباد بعض الأشخاص واجهت المشكلة في النسخة الجريبية الثانية اليوسترين بوينت فور أنا مواجهت المشكلة بس السلام عليكم